طيب طالما أنت ذكرت عن التقية إحنا بنتكلم عن الشفافية أم تلون يعني إحنا تقريباً بنتكلم عن شيء مشابه لأنه أنا الفكرة يعني كلام الرب يسوع ضد الفرسيين المتدينين أو لهم مظاهر التدين كان عم بيتكلم ضد هؤلاء الجماعة اللي بيظهر بشكل معين أو بوصف معين لكن في حياته بيعكس شيء تاني فإذن الموضوع كيف الله بيشوفنا أنا يعني حكينا أكتر شوي عن التقية هل في أبعاد هل في شق هل في يعني بس حتى ندرك الفكرة أكتر يعني عشان نعرف لما نتكلم لين نصل هي فكرة التقية بكل بساطة نفس الفكرة بتاعت الضرورات تبيح المنحصورات يعني التقية هي أن أنا بتعرض للطهد من المجتمع الخارجي فأنا أتغير وأتلون لمجارات هذا المجتمع بعكس ما يبطنه قلبي يعني أنا ممكن يبقى عندي فكر داخلي لا أريد أن أعلنه للمجتمع فبالتالي المجتمع لو أنا أعلنته هيتطهدني فأنا أبطنه وأظهر عكس ذلك وهي رخصة كذب بكل المخيص بالمقابل الرب يسوع قال من ينكرني أمام الناس أنكره أمام أبي السماوي يعني ما فيه شيء داخلي قلبي وفيه شيء من بره أخطر خطيئة اللي هو الإنسان بينكر الرب طبعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر